وينضم إلينا مراسلين من غزة نيفين سليم ومن القدس المحتلة أحمد البوديري نبدأ معك نيفين ما الحالة التي تشهدها غزة الآن بعد إتمام اتفاق التهدئة بين الجنب الفلسطيني والإسرائيلي وما هي آخر التطورات في القطاع نعم يعني منذ فجر اليوم تشهد كافة مدن قطاع غزة حالة من الهدوء بعد الإعلان عن التوصل لوقف إطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية قال إن المقاومة الفلسطينية نجحت اليوم في وقف التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة ومنع التغيير قواعد الاشتباك بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي وقال أنه سيتم وقف إطلاق النار بناء على تفاهمات وقف إطلاق النار لعام 2014 وأن المقاومة الفلسطينية ستلتزم بذلك طالما التزم الاحتلال بوقف إطلاق النار وعدم قصفه للأماكن والمواقع داخل قطاع غزة نشهد هنا حالة من الهدوء لكن يبقى هدوءا حذرا في ظل قول إسرائيل أنه لم يتم التوصل لوقف إطلاق النار حتى اللحظة حسب تصريح خرج لوزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بنيت ويقول أنه لم يتم التوصل لوقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية وما حدث هو أن إسرائيل أوقفت إطلاق الصواريخ تجاه قطاع غزة بما يقتضي للمصلحة الإسرائيلية وبالتالي هناك تباين بين مواقف الفصائل الفلسطينية وبين موقف إسرائيل وهذا ما يجعل أن هناك هدوءا حذرا في قطاع غزة وتخوفات من غدر إسرائيلي بأن تباغت الطائرات الإسرائيلية مجددا وتقصف عدد من المواقع الفلسطينية توقف القصف الإسرائيلي فجر هذا اليوم بعد أن أغارت الطائرات الإسرائيلية والمدفعية الإسرائيلية على أكثر من 25 هدفا منذ ليلة أمس وحتى الفجر تلك الأهداف استهدفت مواقع في جنوب قطاع غزة تحديدا في خان يونس وفي أيضا شرق مدينة غزة في حي الزيتون وشرق حي الشجاعية وشمال قطاع غزة غرب وشرق مدينة بيت لاهيا شمال القطاع واستهدف القصف مواقع تدريب ومواقع عسكرية تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي إضافة أيضا إلى استهداف الطائرات الإسرائيلية لمخرطة للحديد ويقول الجيش الإسرائيلي أنها تستخدم لتصنيع الصواريخ والأسلحة من قبل حركة حماس حتى اللحظة الفصائل الفلسطينية تقول أنها أعلنت وقف اطلاق النار لكنها إذا باغت جيش الاحتلال الإسرائيلي وقصف قطاع غزة فإنها سوف تعمل على مرة أخرى بقصف البلدات والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة وأن الخيارات مفتوحة وأن الدم بالدم وأن القصف بالقصف نعم نيفين ابقي معنا ونذهب إلى القدس المحتلة من هناك أحمد البوديري أحمد بحسب مصادر فلسطينية ذكرت عن اتفاق التهديئة دخل حيز التنفيذ وذلك ما أكدته أيضا فصائل فلسطينية إلا أن إسرائيل وبحسب آخر الأنباء نفت التواصل إلى اتفاق تهديئة ما الحقيقة وراء هذا التباين أحمد في المواقف بين الجانبين وكيف تجري الأمور الآن هناك فلاثة أطراف الطرف الفلسطيني الطرف المصري والطرف الإسرائيلي على الاعتبار بأن مصر هي التي طرع وقفة لقنار الجانب الفلسطيني قال منذ ليلة أمس بأن هناك موافقة عنده أي أن الفصائل توافق على الهدنة الجانب المصري بطبيعة الحال هو الذي يدير العملية ولكن الجانب الإسرائيلي أبدا لم يتحدث عن القبول بالهدنة بشكل رسمي بل على العكس كان هناك اجتمع للكابنت الإسرائيلي ليلة أمس وقال أنه لن يكون هناك هدنة وسوف يستمر التصعيد وطوال الليلة الماضية نتحدث عن قرابة سبعين غارة حسب المصادر الإسرائيلية التي تمس الدافع مواقع متنوعة في داخل قطاع غزة ورشات لصناعة الأسلحة مخازن سلاح مواقع لوجستية تابعة للفصائل الفلسطينية مواقع رصد ومتابعة أنفاق وإلى آخره من تلك المواقع ولكن على الأرض الذي يجري بأن هناك وقفة لقنار ولكنه غير معلن بمعنى أن كل طرف الآن يحاول وتحديداً الطرف الإسرائيلي يحاول أن يقرأ كمية الصواريخ أو القفائف الصاريخية التي يتم إطلاقها أولاً كل الصواريخ التي تم إطلاقها باستفناء قرابة عشر صواريخ كانت من نوع جراد ولكن بقية القفائف كانت قفائف هون أو صواريخ القسام قصيرة المدى المحافية لمنطقة غلاف غزة هذا يعني بأن كل العملية التي حدفت خلال الأربع وعشرين ساعة كانت محدودة المعالم أي أنها لم تتجاوز على سبيف الأزدود إلا ببضعة صواريخ وصلت إلى منطقة الأزدود وأفقهم على بعد ثلاثين كيلو متراً الجانب الثاني بأن إسرائيل لغاية الآن لم تقم بأي اغتيالات لأي من القيادات السياسية أو القيادات العسكرية على الجانب الفلسطيني أيضاً لم يكن هناك قتل لأي من المستوطنين الإسرائيليين لغاية الآن يتحدثون في إسرائيل عن ستة مصابين أصيبوا نتيجة التدافع للوصول إلى المناجئ وبالتالي لا يوجد هناك خسائر الجانب المصري يحاول أن يقنع الجانبين بعدم الإنجرار وراء معركة مفتوحة والإنجرار لتوتير الأوضاع الأمنية ولكن أيضاً ذلك سوف يؤثر سلباً على الحياة الاجتماعية الاقتصادية الصحية في قطاع غزة المتردية على سبيل المثال الحكومة الإسرائيلية عدد من الوزراء من في الصباح اليوم حملوا رئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية قالوا بأنه هو الذي جرق تعغزة إلى هذا الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي الصعب جداً وبتعرف الحكومة الإسرائيلية لا ينظرون التصعيد هو فقط تصعيد بناء على مجموعة من قذاف الهون التي تم إطلاقها لكن أحمد في المقافل الرئيس الفلسطيني يأخذ أوامره من إيران أحمد الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني يعني موجهاً بكلامه إلى الدول كي تهتم وتوفر الحماية للشعب الفلسطيني هل هناك أي ردود فعل دولية بشأن مطلب الرئيس عباس هذا؟ بالعكس تماماً الذي يحدث بأن إسرائيل طالبت بجلسة لمجلس الأمن وسوف يكون هناك جلسة اليوم في مجلس الأمن إسرائيل تحدثت مع الاتحاد الأوروبي وكان هناك تنديد من الاتحاد الأوروبي حتى مبعوث الأمم المتحدة انتقد بشكل قوي كل الصوريخ التي تم إطلقها من الجانب الفلسطيني دبلوماسياً إسرائيل في هذه المواجهة يبدو بأنها تقدمت خطوة للأمام لأنها لم تقم بقتل المدنيين أو لم تقم بتفجير عمارة سكنية فلسطينية وبالتالي تلعب في موضوع الدبلوماسية بكل ذكاء وبكل حذر لأن الجانب الفلسطيني الآن هو الذي متهم برميه تلك القفاف واستطاع الجانب الإسرائيلي أن يقنع المجتمع الدولي في ذلك ولكن المطالبات من الرئيس الفلسطيني هي واضحة بأن هذا التصعيد مرفوض يجب أن يفكر حصار عن قطاع غزة عودة الكهرباء التي تم انقطاعها منذ يوم أمس ولغاية الآن ولا ندري متى سوف يتم إصلاح العطب الذي تدعي إسرائيل بأنها فعلته وبالتالي كل جانب الآن يحاول أن يستغل الفرصة على سبيل فالإسرائيل ترمي بكل التهم إلى عدد من الأطراف تتهم إيران تتهم حماس تتهم أيضا منظمة حزب الله اللبنانية بأنها تريد جر المنطقة وبالتالي فأن المعادلة الآن على الأرض هي هادئة جدا ولكن التبعات السياسية الدبلوماسية أيضا متزال مستمرة هذا لا يعني بأن العملية العسكرية انتهت ممكن خلال دقيقة أن نسمع طائرات الحربية تقصف قطاع غزة لأنه رسميا لغاية الآن لم يتم تبني وقفة لقنار بشكل رسمي نعم أحمد البوديري مرسلنا من القدس المحتلة ونيفين سليم من غزة بالتأكيد سنتابع معكم المستجدات في جولتنا الإخبارية المقبلة شكرا جزيلا لكم